موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميث في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع للتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 1 اليونت الخامس الدرس الأول عنوان الدرس places to visit أماكن لزيارتها موجودة في صفحة 58 من كتاب الطالب صفحة 650 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب والاسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع للتدائي صفحة 58 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة places to visit أماكن لزيارتها اللي هي عنوان الدرس بأسفلها مكتوب look read and write انظر منطين المجموعة من الصور انظر إلى هذه الصور read اقرأ اقرأ هذه الكلمات اللي يبقى على الصور and write واكتب اكتب اسم كل صورة اسم كل مكان أو معلم من هذه المعالم أمام الصورة المناسبة إذن منطين المجموعة من الكلمات اللي تدلي على هذا الصور أوصل الكلمات بالصورة المناسبة قبل ما نبدأ نوصل يجب أن نعرف أن هذه الكلمات يجب حفظها املاء ومعاني ووضحنا بدروس سابقة أنه إذا املاء من الممكن نجيب ليها على شكل حروف ناقصة أو حروف مبعثرة أو يجيب لي الصورة ويطلب من أندي أني أكتب اسمها أما كمعاني فرح نجي نوضح بالنشاطات القادمة شون من الممكن نتجين بالامتحان أولا كلمة museum معناها متحف lake معناها بحيرة cave معناها كهب forest معناها غابر waterfall معناها شلال ruin معناها آثار الأماكن الأثرية الآن نجي نوصل الكلمات بالصور فمثلا picture number one الصورة الأولى what is this place ما هذا المكان أو المعلم هل هو museum متحف أكيد لا lake بحيرة كذلك أكيد لا cave كهف أكيد لا forest غابة غير مناسبة waterfall شلال نعم هذا أكثر كلمة مناسبة لوصف الصورة فأكتب تحتها waterfall picture number two صورة ثانية what is this ما هذا الشيء هل هو museum متحف غير مناسبة lake بحيرة نعم هذه صورة البحيرة فأكتب تحت هذه الصورة lake picture number three صورة ثاثة what is this place ما هذا المكان هل هو museum متحف نعم هذه صورة المتحف فأكتب تحتها museum أما الصورة الرابعة picture number four what is this place ما هذا المكان هل هو cave كهف نعم هذه صورة الكهف فأكتب تحتها cave أما بيكتر نمبر فايف الصورة الخامسة ما هذا المكان هل هو فورست غابة لو رون آثار هذه صورة الآثار فأكتب تحتها رون أما الصورة الأخيرة فهي صورة فورست الغابة هذا ما يخص النشاط الأول عرفنا أن يجب أن نحفظ إملاء ومعاني هذه الكلمات ليش لأن راح تفيدني بسؤال الإملاء إذا جاب ليها على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي الصور ويطلب من عندي أن يكتب إملاءها أما بالنشاط القادم فمكتوب listen and match استمع وطابق إذن عندي مقطع صوتي أستمع له وأوصل هذه الأماكن اللي أخذناها قبل دقيقة بالصفات المناسبة لها إذن عندي أماكن وصفات مناسبة لهذه الأماكن هنا يجب أن أحفظ الصفة المناسبة لكل مكان كل مكان تلازم صفة معينة فأنا لازم أحفظ المكان والصفة المناسبة له طبقا لشنو؟ طبقا للمقطع الصوتي اللي راح نستمع له لأن الممكن يتجيني بالامتحان مثل ما موجود بهذا النشاط يقول لي وصل الأماكن بالصفات المناسبة لها فراح نستمع للمقطع الصوتي ونعرف صفة كل مكان ونوصل الصفة بالمكان المناسب نستمع ونحاول نوصل مع المقطع الصوتي track 74 listen and match one it's a high waterfall two it's an interesting museum three it's a famous cave four it's a beautiful lake five it's a large forest six it's an ancient ruin إذن بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي ووصلنا الصفات بالأماكن المناسبة المطلوب إني أحفظ كل صفة تناسب أي مكان من هذه الأماكن فمثلا number one أولا it's a high waterfall شلال عالي أو مرتفع number two it's an interesting museum إنه متحف ممتع number three it's a famous cave كهف مشهور number four it's a large forest إنها غابة كبيرة number five it's a beautiful lake إنها بحيرة جميلة ونمبر six it's an ancient ruin إنها آثار قديمة ancient معناها قديم بعد ما حفظت الصفات وصلتهم بالكلمات المناسبة ننتقل إلى النشاط الآخر مكتوب read and point اقرأ وأشر the Iraqi museum المتحف العراقي information file ملث معلومات نانا منطيني نص عن الآثار اللي موجودة بالمتحف العراقي وصور هذه الآثار كل ما أوصل لكلمة تدلي على هذه الصور أأشر عليها لأن هو طلب من عندي أني أقرأ وأشر على الصور لما نوصل إلى النص اللي يوصف هذه الصور فمثلا نجي نقرأ النص ونحاول إذا صادفتنا أي كلمة من هذه الصور ادلي على هذه الصور أن أشر عليها the Iraqi museum is very famous المتحف العراقي جدا مشهور famous مشهور there are lots of beautiful and ancient things هناك الكثير من الأشياء القديمة والجميلة in the museum في المتحف can you see the head of the lion هل يمكنك رؤية رأس الأسد إذن أأشر على صورة رأس الأسد لما نوصل إلى هذا النص find two gold bracelets جد الأساور الأثنان الذهبيات هذه صورة الأساور الذهبيات can you find the ancient writing هل يمكنك إيجاد الكتابات القديمة هذه صورة الكتابات القديمة اللي هي الكتابة المسمارية find the boat جد القارب هذه صورة القارب it's a goofa boat هذا القارب يطلق عليه قارب goofa from the river tigris من نهر دجلة tigris معناها دجلة بعد ما قرأنا النص وتعرفنا على هذه الصور اللي هي الصور العثار اللي موجودة بالمتحف العراقي ننتقل إلى النشاط الآخر find and write the word جد واكتب الكلمة كذلك هنا أنا منطيني مجموعة من الكلمات أسقطهم بالفراغات المناسبة طبعا هذا النشاط هو سؤال إسقاط أو مفردات جدا مهم بالامتحان التحريري يجينا مثل ما هو يجيب لي ذن الجمل اللي يوصفن هذن الكلمات أسقط الكلمة المناسبة أمام الوصف المناسب خلني جي ناخذ كمثال number one أولا you wear it أنت ترتديه on your arm في ذراعك ما هو الشيء الذي ترتديه في ذراعك من بين هذه الأشياء writing كتابة غير مناسبة bracelet سوار نعم هذا أكثر كلمة مناسبة لذلك أوضعها أمام هذه الجملة أو أمام هذا الوصف number two it floats on water يطوف على الماء ما هو الشيء من بين هذه الكلمات الذي يطوف على الماء writing كتابة غير مناسبة boat قارب نعم القارب يطوف على الماء فأكتب أمامها boat number three ثالثا a place for interesting and ancient things مكان للأماكن الممتعة والقديمة ما هو هذا المكان هل هو writing كتابة غير مناسبة museum متحف نعم هو المتحف اللي بي مجموعة من الأشياء الجميلة والقديمة number four رابعا you need a pen or a pencil to do this أنت تحتاج لقلم جاف أو قلم رصاص لكي تفعل هذا الشيء شن هذا الشيء اللي تفعله نحتاج أثناء عمله قلم جاف أو قلم رصاص أكيد writing الكتابة نحتاج لقلم رصاص للكتابة هذا ما يخص هذا النشاط قلنا نشاط جدا مهم يجيني بسؤال الرابع اللي هو سؤال المفردات يطلب من أني أني أسقط الكلمات أمام الوصف المناسب لهذه الكلمات أحاول أحفظ ظن المعاني قبل ما أروح للامتحان ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول write the missing words أكتب الكلمات الناقصة بنفس الطريقة منطيني مجموعة من الكلمات أسقطها بالفراغات المناسبة أحاول أقرأ الجمل أشوف شن الكلمة المناسبة لهذه الجملة وأسقطها number one on the mountain there is a place with a very فراغ waterfall هناك مكان فيه شلال فراغ جدا شن الكلمة المناسبة لفراغ احنا عرفنا أن الشلال صفته إنه high مرتفع لذلك أقول high waterfall هناك مكان فيه شلال مرتفع جدا number two الثانيا the فراغ ruined was two thousand years old الآثار الفراغ أمرها الفين عام شن الكلمة المناسبة للفراغ نبحث بالكلمات اللي بعلها تمرين famous الآثار المشهورة نعم هذه أكثر كلمة مناسبة للفراغ فأكتب the famous ruin الآثار المشهورة was two thousand years old كان أمرها الفين عام number three ثالثا there are many فراغ things in the museum هناك الكثير من الأشياء الفراغ في المتحف شن الكلمة المناسبة للفراغ famous وهاي استخدمناها interesting ممتعة من الممكن أن تكون هذه الكلمة مناسبة ندور على كلمة أخرى large كبيرة غير مناسبة beautiful جميلة هناك الكثير من الأشياء الجميلة في المتحف نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخليه بهذا الفراغ number four رابعا in the museum في المتحف there are two فراغ gold bracelets هناك اثنان من الأساور الذهبية الفراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ احنا عرفنا أن الأساور اللي موجودة بالمتحف هي أساور قديمة فأقول ancient ancient gold bracelets اثنان من الأساور الذهبية القديمة number five خامسا many animals can sleep in this فراغ كيف الكثير من الحيوانات يمكنها أن تنام في هذا الكهف الفراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ أدور بالكلمات إلى كلمة large في هذا الكهف الكبير لذلك يسعى الكثير من الحيوانات number six سادسا it is an فراغ forest because of its beautiful trees إنها غابة فراغ لأن فيها الكثير من الأشجار شن الكلمة المناسبة للفراغ ما بقى الدغير بس كلمة interesting ممتعة هذه غابة ممتعة لأن فيها الكثير من الأشجار هذا ما يخص هذا التمرين هذا مجرد عبارة عن نشاط للتدريب أكثر على استخدام هذه الصفات مع الكلمات المناسبة ننتقل للنشاط الآخر use the adjectives again استخدم الصفات مرة أخرى in a new sentences في كلمات جديدة هذا السؤال هو سؤال ملا جدا مهم إذن يجب أن أحفظ كذلك صفات الأماكن إملاءا ومعاني فمثلا number one أولا he is a فراغ معان هو رجل فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أريد صفة هذا الرجل من طين الحرف الأول من الصفة من الصفات اللي أخذناها صفة famous لذلك يجب أن أعرف إملاء كلمة famous على مد أقدر أجاب هذا النوع فأقول he is a famous man هو رجل مشهور number two ثانيا it is a very it is a very فراغ house with six bedrooms إنه بيت فراغ جدا بست غرف نوم إذن البيت اللي بست غرف نوم هو كبير جدا من طين الحرف الأول من الصفة هي large very large house بيت كبير جدا with six bedrooms بست غرف نوم إذن ذلك كلمات اللي هي كلمات الصفات جدا ضروري إني أحفظ ملاهن ومعانيهن number three ثالثة look at these فراغ flowers on the table انظر إلى هذه الأزهار الفراغ على الطاولة شنو صفة هذه الأزهار من طين الحرف الأول من الصفة هو حرف b يا صفة اللي تبدأ بحرف b كلمة beautiful أو صفة beautiful انظر إلى هذه الأزهار الجميلة على الطاولة number four رابعا the waterfall is five hundred meters فراغ الشلال يكون فراغ خمسمائة متر شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد ارتفاعة من طين الحرف الأول من الصفة هو high مرتفع جدا يبلغ ارتفاعة خمسمائة متر number five خامسا the فراغ pyramids are in Egypt الأهرامات الفراغ في مصر شنو الكلمة المناسبة للفراغ من طين الحرف الأول منها هو حرف a فاحنا نعرف أن الأهرامات قديمة فأقول ancient pyramids the ancient pyramids are in Egypt الأهرامات القديمة في مصر number six سادسا I like my science lessons أحب دروس العلوم because they are very فراغ لأنها جدا فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ وتبدأ بحرف i كلمة interesting ممتعة أحب دروس العلوم لأنها ممتعة هذه الكلمات اللي باللون الأصفر يجب حفظها املاء ومعاني وكذلك هذا التمرين من الممكن يجينا بالامتحان بسؤال الملاء ننتقل إلى النشاط الآخر how do you spell these words يسئلك يقول لك كيف تنطق هذه الكلمات look read and say انظر اقرأ وقل نفس الكلمات اللي قلنا يجب أن يحفظها ملاء هنا أنا لا يختبرني يقول لي عدد حروف كل كلمة فهن أنا محادثة بين تلعاميذ الثانية التلميذ الأول يسئل يقول له how do you spell ancient كيف يمكنك أن تنطق أو تلفظ حروف كلمة ancient اللي معناها قديم فهنانا التلميذ الآخر يعدد يقول له I know أنا أعلم it إنها يبدأ يعدد الحروف a n c i e and t إلى آخره وكذلك تلميذ آخر يسئل how do you spell مثلا hi كيف يمكنك أن تنطق أو تعدد حروف كلمة hi فيجد التلميذ الآخر يجاوب h i g h وهكذا مع بقية الكلمات إذن ذنني كلمات كلمات الصفات جدا ضروري أني أحفظ ملاهن لأننا ممكن أن تجيني بالامتحان على شكل حروف ناقصة حروف مباثرة أو كما في التمرين السابق اللي حلنا قبل دقيقة ننتقل للنشاط الأخير read the sentences اقرأ هذه الجمل what is it ما هي هنا منطيني مثل الحزورة أو اللغز ويريدني أني أحذر الكلمة المناسبة لللغز فهنا نسويها عبارة عن تحدي بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول هذه أسئلته والتلميذ الثاني هذه أسئلته كل تلميذ يسعل الآخر الأسئلة الخاصة به ويحاولون يتحدون بعضهم عن طريق هذه الأسئلة التلميذ اللي يحزر إلى درجة والتلميذ اللي ما يحزر يخسر هذه الدرجة فمثلا التلميذ الأول يقول لك you are pupil A أنت التلميذ الأول أو تلميذ اللي حرفه حرف A يسعل يقول there are lots of ancient things in it هنالك الكثير من الأشياء القديمة فيه ما هو المكان الذي فيه الكثير من الأشياء القديمة عرفنا بداية الدرس هو المتحف فأقول museum المتحف number two ثانيا you wear this on your arm أنت ترتديه في ذراعك ما هو الشيء الذي نرتديه في ذراعنا كذلك شرحناها بداية الدرس أنه الشيء الذي نرتديه في ذراعنا هو البريسلت السوار it is a very dark inside this place أنه جدا مظلم في هذا المكان ما هو المكان الذي يكون مظلم كلمة cave الكهف there are lots of trees in this place هنالك الكثير من الأشياء في هذا المكان ما هو المكان الذي يكون فيه الكثير من الأشياء كذلك ذكرناها أثناء الشرح هو الفورست الغابة أما أسألة التلميذ الآخر فيسأل التلميذ الأول يقول you go on a lake or a river in this أنت تذهب على بحيرة أو نهر عبر هذا الفراغ شنو هذا الشيء الذي نستخدمه للذهاب عبر النهر والبحيرة أكيد كلمة قارب اللي هي boat you write with this or a pen أنت تكتب بهذا الشيء أو بالقلم الجاف أما نكتب بالpencil القلم الرصاص أو البن القلم الجاف this is a place where water falls from mountain هذا المكان حيث يتساقط فيه الماء من الجبل ما هو المكان الذي يتساقط منه الماء فيه على الجبل كلمة waterfall الشلال this place is an ancient house or building هذا المكان هو عبارة عن بيت أو بناية قديمة شنسمي هذا الشيء اللي عبارة عن بيت أو بناية قديمة أكيد كلمة ruin الآثار هذا ما يخص هذا النشاط من الممكن أن بعض الأساتذة يعتبرون هذا التمرين سؤال مفردات ويجيبوه بالسؤال الرابع على شكل إسقاطات أو اختيارات يجيب لك الحزورة أو اللغز ويطلب من عندك أن تحذر الكلمة المناسبة لهذا اللغز لذلك ضرورة جدا أن أحفظ هذه الأسئلة والإجابات المناسبة لها هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأمور المهمة اللي هي الأماكن وقلنا يجب أن نحفظ هذه الأماكن يمكن زيارتها يجب حفظها أملاء ومعاني وصفات هذه الأماكن وكذلك عرفنا أن هذه الصفات يجب حفظها أملاء ومعاني كذلك اطرقنا إلى مجموعة من التمرين المهمة لذلك هذا الدرس جدا مهم بالامتحان التحريري لذلك أحاول أعيد أكثر من مرة أضبط كلماته أضبط الألغاز والحزورات الخاصة به النشاطات المتعلقة بأسئلة المفردات والإسقاطات إلى آخره ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون بها على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة